السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الثانوي أهلا بكم يا أبطال أهلا بكم يا دكترة على قناة أستاذ صبر بيبرس في مادة اللغة العربية إن شاء الله نكمل معاكم الآخر الترمي يعني إن شاء الله والآخر السنة نهاردة منحل تدريبات اسم الفاعل من كتاب الامتحان لعام 2024 الترمي الأول حدد فيما يلي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي اسم الفاعل من الفاعل الثلاثي نفتكر مع بعض سريعا يلا بيأتي على وزن فاعل يأتي على وزن إيه فاعل طب الأعمى ليس اسم فاعل أصلا مش مشتط البصير دي صيغة مبالغة على وزن فاعل صيغة مبالغة المسيء اسم فاعل ولكنه من أساء أساء ده فعل رباعي واسم الفاعل من غير السلاسي نقلب حرف المضرعة ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر أساء يسيء اقلب بقى يسيء المضارع دي اقلب اليأدي ميم يلا وضم ما قبل الآخر السين يلا مسيء فمسيء اسم فاعل من ايه من غير السلاسي هو عايز سلاسي طب الصالحات لما جيلك اسم الفاعل عشان تأكدوا اسم فاعل جيلك بصغة الجمع أو المسنة أو في ضمير المتصر شير الضمير المتصر تب جمع ومسنة حول المفرد فالصالحات مفردها الصالحة هو يؤنس والصالحة على وزن الفاعلة شيرتها التانيس يبقى الصالح صالح من صالح صالح أيوا دي اسم الفاعل من صالح صالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الناس ليست مشتقا أصلا بائع اسم فاعل من باعة نقلب حرف العلة همزة على وزن فاعل طب معتق اسم فاعل من اعتقا ولكنه غير سلاسي اعتقى يعطق فهو معطق شل الضمير الهدية تجيلك معطق وكذلك موبق أو بقى يوبق فهو موبق وده برضو غير سلاسي جيبا الإجابة بائع هي اللي من السلاسي الكاتم سر أصدقائه محمود سيرته اسم الفاعل سيرته ليست مشتقا محمود ده اسم مفعول وهنغدو بعد كده أصدقاه مفرد صديق لا ما لاش علاقة الكاتم من الفعل كتم كاتم على وزن فاعل بل كاتم اعرابها مبتدأ تعمل عمل الفعل يكتم لأنها استوفت الشروط معرفة آسف هي معرفة بأل تعمل بدون شروط تعمل بدون شروط ودلت على الحدث إذن تعمل عمل الفعل يكتم الفعل ضمير مستطر تقديره هو الكاتم مبتدأ والفعل ضمير مستطر تقديره هو سر مفعول به الاسم الفاعل الكاتب أصدقائي ده مضاف إليه محمودة سيرته محمودة خبر سيرته نائب فاعل لإسم المفعول بينهم ظرف بين وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه قال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه اسم الفاعل من غير السلاسة نقلب حرف المضارعة من مضمومة ونكسر ما قبل الآخر شاهد اسم فاعل من شاهدة إذن هو سلاسي من شاهدة نذيرا دي صيغة مبالغة على وزن فعيل صيغة مبالغة مبشرا داعيا من دعا دعا سلاسي إذن مبشر من بشر الشين على شدة يبقى مضعفة يبقى أربع حروف بشر يبشر فهو مبشر قال الشاعر فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع المنتأى دي مش اسم فاعل ماشي وإن خلت أن المنتأى دي اسم مكان اسم مكان من غير السلاسة إن تأى ينتأى فهو منتأى الليل مش مشتق أدرك يدرك فهو مدرك واسع واسع ده اسم فاعل من غير السلاسة من السلاسة آسف على وزن فاعل أدرك يدرك فهو مدرك شلي الضميرة تديك مدرك فكده دي اسم الفاعل من غير السلاسة ما مهمن عمله إلا الكسول وما ملوم على قوله إلا الكذوب كسول صغط مبالغة على وزن فعول ملوم اسم مفعول كذوب على وزن فعول أيضا صغط مبالغة أهمل يهمل فهو مهمل وإن اعتمد على نفي ما فيش دلالة على الزمن الماضي إذن يعمل عمل الفاعل يهمل ما مهمن عمله ما نافية مهمن المبتدأ وعمله والفاعل ضمير مستتر تقديره آسف هنا الفاعل الكسول فاعل سد ما سد الخبر مذكور ولكن مذكور في اسلوب استثناء ناخده في الترمي التاني عمله مفعول به عمل يهمل ماذا يهمل يهمل ايه بني سعر المفعول به بماذا زائد الفعل او الفعل زائد ايه تبقى لو قلنا يهمل ايه عمله عمله مفعول به عمله مفعول مين به صغط اسم الفاعل من الفعل يعين ده الماضي أعانى والمضارع يعين اذا هو معين إنما دي منعان عائن ومعاون لا عاون فهو معاون ماشي عاون يعاون فهو معاون دي منعاون اسمي فاعل منعاون ماشي عوان سيغط مبالغة على وزن فعال المسلون يحذرون كل ما يدعو إلى التعصب يحذر الماضي حذرا إذن اسم الفاعل حازر على وزن فاعل محذرون اسم فاعل من حذرا بتجديد يحذر المضارع محذرون محذرون دي اسم مفعول مما اضنوما وفتحما قبل الآخر حذرون على وزن فعالون دي سيغط مبالغة لن المفرد حذر على وزن فعال حاذرون من حذرا والمفرد حاذر على وزن فاعل بيدي سيغط اسم الفاعل من يحذر هات الماضي حذرا فتعرف النوع السلاسي تجيبوا على وزن فاعل حاذر جايب سيغط الجمع اسم الفاعل يؤنس ويسنى ويجمع عالي امس الجندي يحمل سلاحه امس فاعل ماضي نقص ناسخ مبني على الفتحة الجندي واسم امس مرفوع بالضمة يحمل سلاحه جملة فعلية في محل نص بخبر امس يحمل الماضي حمل اسم الفاعل على وزن فاعل تبا حامل تبا حاملا سلاحه محمول دي اسم مفعول محمل اسم مفعول من حمل يحمل فهو محمل محملا من حمل يحمل بتجديد الميم المصلح يقيم اقام يقيم فهو مقيم اسم الفاعل كده تبا ايه مقيم حدد سبب اعمال اسم الفاعل الذي فوق الخط اسم الفاعل اذا كان معرفا بأل بس يدل على الحدث ما يدلش على وظيفة ولا صفة ولا اسم شخص يعمل بدون شروط لو معرف بأل مجرد من أل يعمل بشرطين ان يدل على الحال يعني الزمن الحالي او الاستقبال ويعتمد على واحد من ستة نفي استفهام مبتدأ يعني يعرف خبر او خبر لناسك او مفعول به سننظمنا واخوتها او صاحب الحال يعني يعرف حال موصوف يعني يعرف نعت عدد نداء يعني يعرف مناد القاظمين اقترن بألف يعمل بدون شروط تعمل عمل الفعل يقظم الالف اللي معنى الذين الذين يقظمون الغيظة يبالغيظة مفعول به اعراب الغيظة مفعول به الاسم الفاعل القاظمين قال الشاعر سليم دواعي الصدر لا باصطا اذن ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا ماشي باصطا اعتمد على نفي اعتمد على نفي تعمل عمل الفعل يبسط ماذا يبسط يبسط ايه ازى مفعول به وخيرا مفعول به وهجرا مفعول به ايضا لاسم الفاعل باصطا اعتمد على نفي وما فيش دلال على الزمن الماضي علينا ان نكون حامدين الله علينا ان نكون حامدين الله حامدين خبر نكون منصوب بالياء وهي اسم فاعل من حمد حامد ويجمع عادي ويسنى هتعمل عمل الفعل يحمدون الله لفز الدلال الله مفعول به يبقى نعتمد على مبتدأ لان اعرابه خبر خبر لايه نكون علينا طبعا هنا علينا ان نكون حامدين الله على نعمه ان نكون حامدين الله دي جره مجرور وان ادت نصب نكون فعل مضارع نقص ناسخ منصوب بالفتحة واسم نكون ضمير مستطر تقديره نحن حامدين خبر نكون لفز الدلال الله مفعول به من اللي نصب اسم الفاعل العامل حامدين قال الشاعر يا قارعا قارعا اسم فاعل من قرعا اعتمد على دات النداء لأن ده منادى منصوب بالفتحة نوع الشبيب المضافة تعمل عمل الفعل يقرع ماذا يقرع يقرع كفا كفا مفعول به اسم الفاعل قارعا طب اعتمد علينا على نداء لأن اعرابه منادأ مررت برجل راج مررت فعل وفاعل برجل جر ومجرور راج نعت مجرور ماشي وهنا محزوفة لأن هي في حالة جر ومش معرفة بقاله وما فيش بعدها مضاف إليه فتعمل عمل الفعل يرجو ماذا يرجو يرجو ايه عفو مفعول به ربيه مضاف إليه اعتمد على ايه على موصوف لأن اعرابه نعت ميز اسم الفاعل العامل من غير العامل لما فوق الخط فيما يلي المحامي دلت على وظيفة لا يعمل مدرك دلت على الحدث عامل تعمل محامي مبتدأ ومدرك خبر تعمل عمل للفعل يدرك ماذا يدرك ايه يدرك اهمية مفعول به رسالته مضاف إليه اهمية رسالته نكر غير منونة زائد نكر مضاف إليه إذن الأول غير عامل والثاني عامل دلت المحامي دلت على وظيفة لا يعمل حتى لو معرف لازم يدل على الحدث لأنه يعمل عمل الفعل الفعل حاجة حصلت حدث تم إذن اسم الفعل لازم يكون فيه حدث تم جواه الطالب الكاتب درسه محبوب الطالب دلت على وظيفة الطالب لم تدل بالتعمل بدون شروط ماشي الطالب مبتدأ الكاتب دنعت للطالب درسه تعمل عمل الفعل يكتب درسه مفعول به الاسم الفعل الكاتب محبوب خبر للطالب إذن الأول غير عامل والثاني عامل أيضا الراعي دلت على وظيفة الراعي مبتدأ مذلل خبر دلت على حدث التزليل وإن عربها خبر ماضي ودلت على الحدث فهي عاملة إذن الأول غير عامل والثاني عامل تعمل عمل الفعل يزلل ماذا يزلل الصعاب الصعاب مفعول به لإسم الفاعل مذلل من ذلل غير السلاس ذلل لأن فيها لم مشدد يذلل فهو مذلل إذن الأول غير عامل والثاني عامل إجابة كده جيم الناصح مبتدأ ناهي خبر أخيه مضاف إليه أمس متى نهى نهىه أمس فحدث النهي تم بالأمس فأمس هنا متعلقة بأن النهي كان بالأمس لأن ممكن أمس تيجي وما تدلس على وقوع الحدث اللي هو اسم الفاعل في الماضي ساعتها يعمل بردو لازم أمس تكون متعلقة للنهي تم بالأمس النصح صفة لم تدل على حدث النصح لأن الحدث هو النهي وليس النصح ماشي إذن الأول غير عامل لأنه دل على صفاء الثاني غير عامل لأن فقد شرط من العمل لم يدل على الزمن الحاضر بل دل على الزمن الماضي إذن الأول والثاني غير عاملين أمقدرة الدولة ماذا تقدر تقدر إيه آه مقدرة اسم فاعل مبتدأ من قدرة يقدر فهو مقدر الدولة فاعل سد ما سد الخبر لأن اسم الفاعل لما يعتمد على استفهام أو نفي بيعرب مبتدأ والفاعل سد ما سد الخبر ماذا تقدر تقدر إيه عايزين مفعول به زي أسماء خمسة بتجرب الياء ده دي كده حالة جر إحنا عايزين مفعول به زو دي جمع المذكر السالم لزو فدي في حالة رفع أقول في حالة الرفع زو وحالة النصب والجر زوي فدي حالة رفع إحنا عايزين مفعول به المعلمون دي حالة رفع جمع مذكر سالم أخر وونون برضو حالة رفع زوي زوي آه اللي هي دي زو حالة الرفع جمع بتعزوه وزوي في حالة النصب والجر إبادية مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم لأحب الخائنين لأنا فيه أحب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة والفعل ضمير مستر تقدر أن الخائنين مفعول به منصوب بالياء والخائنين اسم فاعل من خان خائن ويجمع الخائنون والخائنين هنا الخائنين مفعول به معرف فاليعمل بدون شروط تبكي المالجاية ماذا يخنون أوطانهم مفعول به فأخطر ألف لأن أوطانهم اذنون على ضم دي حالة رفع عايز مفعول به اذنون على قسر حالة جر وطنهم مجرور ما ينفعش أوطانهم عشان اعربها يكون مفعول به الرئيس قاض الرئيس مبتدأ قاض اسم فاعل من قضاء وهي أصلها قاضي على وزن فاعل وحزفت الياء اسم الفاعل لم يكون اخر ياء سواء في السلاسة أو برس السلاسة في حالة الرفع والجر نحزف هذه الياء بشرط ما يكون فألف ولام هنا وما يكون بعدها مضاف إليه هنا ما فيش بعدها مضاف إليه وإعراب خبر في حالة رفع فنحزف الياء فتأتي قاض على وزن فاعل قاض خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحزوف لذوي جر ومجرور الاحتياجات مضاف إليه الخاصة قاض اسم فاعل اعتمد على مبتدأ إعراب خبر ما فيش دلال على الزمن الماضي ودلال على الحدث يعمل عمل الفعل يقضي ماذا يقضي يقضي حاجتهم مفعول به منصوب بالفتحة حاجتهم بالكسر غلط ده دية لو جاية حاجاتهم هنقول مفعول به منصوب بالقصرة لو جامع مؤنس إنما هي جاية مفرد سؤالهم لا سؤالهم غلط أساسا يبقى حاجتهم مفعول به منصوب بالفتحة أما لو جاية جامع مؤنس سالم زي حاجاتهم الجامع بتاع حاجتهم كنا نقول منصوب القصر عادي المؤمن منطقن اللي هو من الفعل انطقى ينطقي فهو منطقي احنا قلنا اسم الفعل اخر ياء سلاسي او غير سلاسي مكسور ما قبلها فتحس ان الياء دي هي ياء مد اه في حالة رفع المؤمن مبتدى او منطقن خبر في حالة رفع او جر ومش معرفة بقل مفيش بعدها مضاف اليه بنحزف الياء وده بيدل ان هي كمان عاملة عشان تبعارف لانها لو غير عاملة هيخلي اخرها ياء عشان اللي بعدها يكون مضاف اليه ينطقي ماذا ينطقي 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 قرانا او هتكون مفعول به طيب تيجي قرانا او دي حالة رفع انا عايز مفعول به الكلمة اللي ما تكون اخيرة همزة على السطر ومتصلة بضمير فحالة الرفع بتحط الهمزة على الواو ودي حالة جر بتحطها على نبرة خالطوا لأ اما هي برضو حالة رفع قرانا او ايوة همزة على السطر دي دي مفعول به منصوب بالفتحة والهاء مضاف اليه اعرب ما فوق الخط ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم اثم دي اسم فاعل على وزن فاعل من اثم 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 تكتبها كده الرسم القرآني لها كده وممكن تكتب معك كده زي اكل ما يأثم يأثم قلبه اذا قلبه فاعل مرفوع بالضمة الراحمون الناس الراحمون مبتدأ والراحمون اسم فاعل عامل يعمل بدون شروط لانه معرف بقال ودل على الحدث والالف واللمدية بمعنى الذين او اللذي الذين يرحمون الناس اذا الناس مفعول به نسأل على المفعول به بايه عشان نتأكد بماذا ذائد الفعل او الفعل ذائد ايه لو حطيت هنا يرحمون ايه هتقول لي الناس مفعول به ما محبنا الكسالة العمل والاكتهاد ما نفيه محب مبتدأ اسم الفعل لما اعتمد على مبتدأ او استفاء لما اعتمد على استفاء او نفي يعرب مبتدأ هين اعتمد على نفي تعمل عمل الفعل يحبه مين اللي بيحب او مين اللي ما بيحبش الكسالة فاعل والفعل ده بيكون صد ما صد الخبر ما بيحبوش إيه العمل إذن العمل مفعول به منصوب بالفتحة لو حرف عطف الإجتهاد اسم معطوف منصوب بالفتحة يبقى الكسالة فاعل سد ما سد الخبر ماذا يحبون يحبون إيه طبعا أنا بقول ماذا ما يحبوش عشان فاهم من فيه أساسا سؤال طب الفاعل مين اللي بيحب أو مين اللي ما بيحبش الكسالة فاعل مرفوع سد ما سد الخبر اسم الفاعل لما يعتمد على مبتدأ الايسف لما بيعتمد على نافي زي كده أو يعتمد على استفاهم يعرف مبتدأ والفاعل سد ما سد الخبر والكلام ده في صغة المبلغة واسم المفعول بس في اسم المفعول النائب الفعل هو اللي يسد ما سد الخبر يا شاكيان السؤال ده في ثلث سنوي واحد وعشرين شاكيان منادة منصوب بالفتحة واسم فاعل من شكة السلاسي وعامل هنا اعتمد على نداء وما فيش درع الزمن الماضي يعمل عمل الفعل يشكو ماذا يشكو يشكو ايه همه همه مفعول به منصوب بالفتحة ده جف علمي تحان علمي الفين وعشرين واحد وعشرين اللي هي اول دفعة في النظام الجديد اعرب كلمة اهدافهم في الجملتين الموفقون في الحياة ملهم اهدافهم بدأ الخبر باسم به ضمير يعود على المبتدأ اذا ده مبتدأ اول ودي مبتدأ ثاني وواضحة خبر للمبتدأ الثاني والجملة الاسمية اهدافهم واضحة في محل رفع خبر المبتدأ الأول الموفقون في الحياة ملهم واضحة واضحة ايه الخبر واضحة اسم فاعل من واضحة واضح وهنا تأنس تعمل عمل الفعل يتضح اعربه خبر يعني اعتمد على مبتدأ تعمل عمل الفعل واضحة اهدافهم اذا اهدافهم فاعل فاعل اسم الفاعل واضحة يبقى مبتدأ ثاني ليه اهدافهم الاولى وفاعل اسم الفاعل واضحة لان واضحة ايه نعربها خبر الموفقون ما لهم واضحة أهدفهم صو بالخطأ أساعن إليك مخلص الصحبة أساعن إليك تبقى أساعن ساعن سعى ساعي اسم فاعل إعرابها مبتدأ مش معرفها بقال لي ما فيش بعدها مضاف إليه إذن نحزف الياء وتجي ساعن على وزن فاعل هتعمل عمل الفعل يسعى مين اللي بيسعى مخلصه مخلصه جمع مذكر سالم إذن في حالة الرفع يبقى أخرها و ونون حالة النصب والجر ياء ونون أو المخلصي والجمع المذكر السالم والمسنة لما بيجي بعضهم مضاف إليه بنحزف النون تبقى مخلصه إذن أساعن إليك مخلصه الصحبات هي دي طب حزفنا النون جمع المذكر السالم لنا أنه بعدها مضاف إليه مخلصه فاعل سد ما سد الخبر أناه نفس الكلام في الساعة هذه الياء تحزف مين أناه زي العزم الرفقاء مين اللي بيانها زو العزم بذو العزم دي تيجي كده زو أسماء الخمسة زو حالة الرفع زا نصب زي جر رفع نصب جر تبقى ناهن على وزن فاعن زو العزم بيانها مين رفقاء ومفعول به فتيجي الهمزة على السطر كده صح لأن أي كلمة آخرها همزة على السطر رفقاء علماء أنبياء عندما تتصل بضمير فحالة الرفع ترسم لي الهمزة كده على الواو فحالة النصب على السطر فحالة الجر على نبرة ياء تبقى دي كده اللي صح حين الغلطة رفقاء غلط لأنه ينهى إيه لأن اسم فاعل عمل عمل الفعل ينهى ده فعل متعدي مين اللي ينهى زو فاعل مرفوع بالواو من أسماء الخمسة العزم مضاف إليه بينهى إيه رفقاء ومفعول به الاسم الفعل ناهن وناهن عربها مبتدأ وزو فاعل سد ما سد الخبر والعزم مضاف إليه ورفقاء ومفعول به عن اتخاذ الجر ومجرور كده انتهينا من حل تدريبات اسم الفعل من كتاب الامتحان لعام 2024 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته